اشتركوا في القناة 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 عشان لو في معلومة حاجة بشو اخد بلد منها لانو كان مع الفرقة موش فترة اطول لنا. مع الفرقة سنة ونص. مع الفرقة سنة ونص. وكان برضو اه موازم الشغل اللي بتعمل دلوقتي كان من شغل بتاعه ربنا يعني. انا ما باتش حاجة جديدة. اه. انما ممكن يلحقك في تغييرها. اه. اكيد اكيد اكيد. يعني اه حاجة اللي ايه بعمل ازاي. الظروف اللي ايه بعمل ازاي. البدايات. ويقعد اتناش معي عايز تعمل ايه في الموات. يعني هو برضو يشكر على كلام ده كله. صحيح. وده بعد زباحك قلت لو بدول دول احنا روحنا حلوق مع بعض. صحيح. طب كابتن قولي مين الموديل الفني اللي اثر فيك بشكل كبير جدا. الله بص انا انا في حياتي كل ده تبريبا. اللعب. ما انتم على نسك تيقى او مصريين. اه. بس يعني اصف فيها الله رحمه كابتن جمال الشمس. الله يرحم. نكون اول واحد داني فرصة. اه. وخدني من النشئين لاي من فريق اول. الله رحمه كابتن محمد الالفي. اه. اه. الكابتن عصام ميكي في النشئين. ما شاء الله. اه. دوح في المنتقب في الكابتن زوران الغزلافي. اه. كان مسج المنتقب ألفين واحد. موضوع الصفية وفي حتى في حياتي حتى كالعيب حتى وكمدارب حتى. ففي مداربين كتير. وانا تعود ان كل مدارب اشتغل معاه اخدهم بحاجة. الله ينور عليك. ده اللي عايزينجا. اكيد. طب كابتن خلينا نقول. حداك كنت الوقتي بتشكر في طبعا زميلك وحبيبك واللي وقف معاك واللي جالك المباراة كابتن محمد يحي. كابتن محمد يحي المدارب العام الفريق الاول. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك. اهلا بحضرتك ربنا خليك. في البداية طبعا بنبرك لك على طبعا هذا الفوز لان حداك كنت مع الفرقة دي فترة طويلة. وجي كابتن صابر يعني تحمل او تحمل العب من طبعا بعد حضرتك. تحب تقول ايه كابتن صابر على البطولة دي. والله طبعا احب اقول لكابتن صابر طبعا ده اخ واخ فاضل وزميل. احب بارك له طبعا واقول له الف مليون مبروك ليه وللنات الاهلي. صابر طبعا كابتن صابر من مدربين الكبار جدا سواء كان لعيب مميز ولعيب دي ما كنت متابع البرنامج لعيب طبعا من لعيبة اساطير كورتليات في مصر. وفي نفس الوقت من المدربين المحترمين مدربين الكبار جدا. ويمكن لسه كابتن صابر بيقول ان انا يعني كنت مصمع في جنبه لان صابر يستهل كل خير ويستهل كل الدعم. وهي دي الروح اللي بين مدربين النادي الاهلي. وزي ما هو كان لسه بيقول دلوقتي يعني الحاجة الكويسة في النادي الاهلي دي ازاي ان بقى كلنا وقفين جنبه بعض كلنا. عايزين ننجح محدش بيبص ده هيبقى النجاح منسوب لمين او ازاي اهم حاجة المنظومة كلها تنجح. فكنت اتمنى طبعا ان كابتن صابر يحقق البطولة دي زي ما كان بيقول كابتن صابر ناتي بعد يخفاك الدوري. وطبعا انا ببارك له وبقول له مليون مبروك ان شاء الله من نجاح لنجاح. وباذن الله استنجايا ان شاء الله يكسب دوري وكاز باذن واحد احد ومبارك له برطة. ان شاء الله كابتن صابر عايز يقول لك حاجة برضو على الهوى يا كابتن محمد. يا كابتن محمد يحي طبعا اخ وعشة ام طبعا. محمد يحينا عرفه من نامج ومتخب الناشين والشباب. كابتن محمد طبعا ده مش غريب عليك يعني. كابتن محمد طب احنا فرصة بحديك معانا نسأل سريعا كده اخبار الفريق الاول ايه اخبار التدريبات هل عندكم مشات قريب ودية. والله كابتن عيسم الحمد لله الامور ماشية بصورة طيبة جدا جدا. هو طبعا بس المشكلة اللي عندنا دلوقتي ان احنا عندنا حوالي 9 لعيبة في المنتخب الاول مع اسكرين حاليا عشان خاطر كاف العالم 21 في مصر. واحدا شغالين مع بيئة اللعيبة اللي موجودة واخدين لعيبة كابتن صابر من مواريد الفين. شغالين معهم حطين البرنامج بتاعنا وشغالين الفترة دي بصورة كويسة جدا جدا. اللعيبة بتتطور ماشية كويسة جدا معانا ووقفين طبعا انت عارف الفترة الكبيرة اللي كانت اللعيبة برايحة فيها فترة فيروس كورونا وبتاعه والرجوع. فابتدين اشتغل على الجانب البدني شغالين كويسة جدا الفترة دي. عندنا ماتشاط ودية لعيبنا احنا حوالي طبعا ماتشاط ودية الفترة اللي فاتت. عندنا ماتشوتي الاسبوع الجايلة طبعا في مشكلة برضو في ماتشاط الودية الفترة اللي احنا فيها. الاسبوع بزيات اللي احنا من لسه مخلصين وده دلوقتي. لان حرك عندك الثمن فرق اللي بلعبه فيه اربع فرق هيبطه دور الهبوط يعني. يشغال فأريدي مفيش فرقة كتير يلعب ماتشاط ودية لانه أريدي بلعبه في الدوري. فانت حرك طبعا كابتن عيسم اعلم طبعا بالكلام ده كله مفيش حتى يلعب ماتشاط ودية. طبعا طبعا. مفيش غير فرقة وفرقتين بس هما اللي موجودين حاليا دلوقتي. ومنهم فرقة بسكندرية وفرقة واحدة في القاهرة ممكن هليو بلس. ممكن لعب معاماتشوتي الاسبوع الجاية ان شاء الله. طب كابتن محمد احنا عارفين ان كابتن طارب يهتم جدا بالناحة البدنية والسرعة كمان. وطبعا فين دكتور حسام عناني نضم للكو كمان في الجهاز. هل انتو يعني الموضوع ده مقصود ان انتو تعلقوا الأحمال بالشكل ده. ولا الموضوع انتم اجلونه شوية لات متعرفوا اذا كان الدور هيستكمل او لا. لا بصراحة احنا شغالين سواء الدور القديمة هيستكمل او الجديد هيبتدي. سواء ده او ده اكيد هيبدأ في اول عشر يعني. احنا نحطين البلان بتاعنا على ده. امام. شغالنا على الحالة بدنية لان نخلقها لحظة اللعبة اللي موجودة حاليا. او اللعبة اللي في المنتخب. ما اكيد المنتخب برضو فيه تنصيق ما بيننا هم شغالين برضو. في الاعداد البدني بصورة طيبة جدا جدا. اللي عندهم برضو كاس عالم. صحيح. احنا بنقاول برضو نفضل شغالين في نفس الاتجاه. بحيث لو ان شاء الله الدوري سواء القديم او الجديد هيبدأ. تأخذ تسعة او بداية شهر اكتوبر ان شاء الله. نبقى احنا اللعبة كلها في حالة بدنية عالية جدا. بجانب ده بنشتغل على الجانب الفني. ودي فرصة كبيرة جدا للعابد قليل. اللي بتشتغل عليه تشتغل على الجانب المهاري الفردي بقى شوية على تطوير الممكن حضرك. حتى لو ملاحكة تنطري شغله حاليا فردي اكتر. لان طبعا نتعرف العدد مش كبير اللي موجود. فازاي نطور كل النواسل في كل العيب يعني. اللي محتاجه بنشتغل عليه سواء في الجانب البدني او في الجانب المهاري يعني. كلام جميل جدا وندلف يدل على تخطيط جيد. وانتوا شايفين انتوا عايزين تروحوا في الطب. كابتل محمد يعني يمكن اخر سؤال اسأله لحضرتك. الصفقات اخبارها ايه. يعني انا مش عايز حدك تقول اسامي طبعا لان انا مقدر السرية. ولكن يعني هل في صفقات جديدة كم صفقة مثلا الحمدلله تمت. مش لازم اسماء بس اقول ارقام. في صفقتين تموا لغاية دلوقتي. الحمدلله. قويسين جدا وان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية دي. ان شاء الله يمكن ما يتعداش الاسبوع اللي جاي بإذن الله. يكون في صفقتين تاني دعاون فريق. وبصراحة اللي عاجبتني طبعا كجهات فني وكابتن طارق طبعا وإدارة النادي. ان انت بالدعم السنة دي. المراكز اللي انت محتاجها فعلا تيجي التعام. الله يناورها. يعني احنا ديها مركزين فيها جدا جدا جدا. ان انت ما تعملش صفقة انت مش محتاجها بنسبة مية في المية. صحيح. وانت تعرف النادي الاهلي ليجي. النادي الاهلي لازم يكون سوبر ستار يعني. طبعا. يشيل المكان ده. طبعا يعني. طبعا. طبعا. الحمدلله ماشيين طبعا في استفقات برضو. فيه فكر على اعلى مستوى بصراحة. وكابتن طريق اعمل شوال فاس جدا في الحتة دي يعني. يمكن حيبتقول عن موضوع استرية يا فعلا موضوع استرية يمكن ساعات انا ما بعرفش كمان. طب ده كويس. يعني ما نقول لك يا كابتن. خلص بص. كابتن صبر هيعرف ويقول لحضرتك ما فيش مشكلة. ده اتمنى له والله كل خير من قلبي والله. ومليوم مبروك مرة تانية ومبروك للنادي الاهلي يعني. كابتن محمد ياحي المدرب العام بالفريق الاول لقرارة اليد بنادي الاهلي. بشكرك على وجودك معنا في قناة الاهلي. شكرا جزير. يمكن الروح جميلة. طبعا طبعا. والجميلة ان احنا يعني شايفين قدام معنا. بس مجلبة الصفقات. اتصدر. شيء كويس قوي بفيس يدا بجد. طبعا. أنا فجيت في يوم صفقة تمت. وانا كنت موجود في النادي وكن موجود في التمريد مع في الاول وبعد موجود مع الجهاز وقال موجود. ما عرفش حاجة خلص. صحيح. فجيت رحت فيه بالليل صفقة نزلت عالنت. صحيح حاجة. تاني يوم ساعتك بطارق. وانت حصل كذا كذا وفيه قال له. تماضى اه مدى خلاص. صحيح. سرية مهمة جدا. طبعا طبعا. انت ستحرك انت بتكلم على صفقة على العيب. وطولها عجيب فلان ابو فاط فلان. كابتن دلوقتي ما شاء الله لعبة الالعاب الصلاة. قربهم لعبة الكرة في العود. بالزبط. بالزبط. يعني فدلوقتي بقى الموضوع في ميديا وفي استثمارات. فلازم بقى فيه سرية طبعا. طبعا طبعا. وده الشغل. وانت وقت ما بتسمع ان في صفقة جاية. في بعض اللي عندها كمان المنافسة. انو مش عايز الصفقة تتمح. بيبدأ يقلي عليك. وزال عليك. او يغطر صفقة بينك. صحيح. فالشي كواس اول انت عندك سرية في الصفقات. وطبع عاف انت عايز ايه. ومحدد صفقاتك. مش صفقة وخلاص. مش مال اجيب صفقة. عشان انا ابان اجيبت صفقات. لا انا بجيب صفقة انا فعلا محتاج. محتاج. مركز فادي بجيب في العيب. ممكن لكابتن احنا كان عندنا مشكلة في الخط الخلف كل. سواء نص الملعب او الطرفين. او الباكي مين او باكي الشمال. بالزبط. كان عندنا العيبة طبعا على مستوى علي بس. كانش عندنا عددية فيها. بالزبط. عدد والطول. صحيح. انت عايز عندك عدد اكتر عشان انت بتاع موسم كامل. بتاع موسم كبيرة زي بلوت افريكيا. فانت لازم عندك عدد كويس ايبا كويس جدا. فده ماندهش عدد الكافل دوت. اخلي بالك اشو الخط الخلفي ده كابتن وحدك قادرة طبعا. هو طبعا. عمض الفقري. مع الموض الفقري وهو اللي بيخلي حتى الاطراف تلعب. بالزبط. يعني هو لو لعي المساد بالزبط. هو الاساس في الدفاع والوجوه. في الدفاع والوجوه. انت بتبني فريتك على الخط الخلفي. ولاجنحة طبعا دولها كبير. بس انا الاساس بتاع اللي بطلع عليه في الفنة الخط الخلفي. صحيح. مهم جدا. احنا سؤال وعايزين نقوله بكل امانة. شايف مستقبل النادي الاهلي. احنا الوقت حداك ماسك جيل الفين اللي هو عنده عشرين سنة. اللي هو كمان تلاتة عشرين هيشيل. شايف مستقبلنا عمل زي. بأمانة. اه. بطلعنا اي مجمالات. شايف المستفر. اه. كويس. واربا داعا كده ان من اه. من تلاتة عبعة ايام. فريت التمتشرة سنة. خيب بطولة الدولة. صحيح. على سالنا للزمالك. صحيح. بعدها بيومين. فريت الشباب. بطولة الكاس. على سالنا للزمالك. فريت الاول. ملاقي داعم. ودعم قاس جدا. وانا خلنا ببعض. شوف فريت الاول في التمتشرة. دوقتي كمان. وشوف اللعيبة موجودة. بحس اللعيب بقى. وحس خبراتي. لا. شايف ان الفرقة. مشى في التجاهة صح. صح. طب نحافظ ازاي اللعيبة دي يا كابتن. يعني. في الاندية بتلجأ لحكتين. يبتدي يخفض مستوى الاعمار. ده اتجاه. وفيه اتجاه تاني بيقولك. لأنا اطلع اللعيب الناشئ بتاعي عارب. بس يبت تحت عناية. عارب سانتين ثلاثة. ورجعو لما احتاج له. انت من اني مدرسة. انا انا رأي شخصي اطلع عارب. طلع عارب يا بابتاعي. وعندي. خصوان لعيباتنا كويسة. الحمدول لعيباتنا كويسة. كان عندنا مثلا جديد الشعاب دوت. اللي خد كاس مص. عندنا خمس لعيبات في انتخب مص مريد الفين. اللي حصل على كاس العرب. ما شاء الله. ما شاء الله. عبر الحمد قميد. طبعا. ياسر السيف. امر احمد. خمس لعبين. خمس لعبين. كبير. كبير. وكمان انا مش هقدر كلمك بصراحة. مش هقدر امشي خمس لعبين من الدرجة الاولى. عشان اطلع خمس لعبين. هيبقى صعب. بالزبط. طيب انا اطلعه عارة سنتين. يبقى انت من المدرسة دي. مش مدرسة دي. بس خلي بالك مدربين بيعملوا يقولك انا عندي. امشي. امشي. لا امشي لا حرام. مثلا انا انا تعبان معاه من صغر. يعني اللي يبقى انا جايبه وعنده بصلا تسع سنين. شغان معاه في القطاع الناشئين. وتدريبات. وخبرات. وراح ملتقى بالناشئين. وملتقى بالشباب. ولعب كاس عالم. ولعب بطاط. يعني انت تعبت فيه. صحيح. انت تعبت فيه. فأقول له يمشي. بالضبط. لأ مفعش. انا بزع لغيري. صحيح. واجي وقت الجاني بقى السموات. بدها تغيري على الجاهز. مهم جدا. مهم جدا. وعايز ان شاء الله تنقل محاضطك طبعا لكاس العالم اللي جاي. ولكن هنطلع فاصل وارجع لحدك تاني. أعزائي مشاهدين. هنطلع فاصل سريع. عشان نرجع نكمل حوارنا عن كرة اليد في نادي الأهل. مستقبل قوات اليد في نادي أهل ومصر كلها. ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة طبعا برحب بضيفة تاني. كابتن صبر حسين نكم مصر. ومدير فني فريق الشباب اللي حصل على الكاس اللي معنا دلوقتي على التراويزة طبعا يا كابتن. وكننا قبل الفاصل بنتكلم عن كاس العالم اللي جاي. تمام. كاس العالم حددك يعني في الفاصل. اهلا بطولة جيدة جدا. حاجة كويسة ان مصر تنظمها. في زل العزيزة تحديات وزل العزيزة ظروف. في زل كبان انت كان عندك الدورة الوروبية. كتنقودها في السيف وتأجلت. تأجلت طبعا. فكلنا كنا متخوفين ان ده يحصل بطولة السحب أو تتأجل. بعد ما مص انشأت مجمع الصلاة وانشأت صرفنا مسافة جدا. ثلاثة واثنين من عشرة مليار جنيه تلات صلاة مدادة تنشأ وتطوير صلاة. وخلاص الانصال بقى الجهزة كمان. مش لسه في الانشاء بقى الجهزة خلاص. فانت عملت كل حاجة وجهزت كل حاجة خلاص. فكل الناس في المجال كانوا متخوفين ان البطولة تتلغي أو تتأجل او 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 او. قبل كده كان بيبو كان فر 24 صحيحة. احنا تضع من البطولة 24 فتا. وكان بتقاهل خمسة من قدود افريكا. من دوت افريكا. من دوت افريكا. نوسع مجال سوية ونضيف بعض الثرق. بس انا خايف ده يقصع مستوى الفني للبطولة. يمكن المقشاط الأولى هتبضعيفها شوية. بس كل ما هتخش في الجد. بس كل ما هتخش في الجد. احنا هنو كنخش في الجد بقوده 16. يعني افريقيا هتأهل منها مصر تونس المغرب الجزائر انجولا كونجو الديمقراطية الرأس الأخضر يمكن. كونجو الديمقراطية والرأس الأخضر. وانجولا يمكن. لا بالعكس لا. انجولا كويس. اه انجولا تحسينك. اه انجولا تقديمك جدا. اه انجولا تقديمك جدا. جدا لأمانية وعندهم محتلفين جرحتي. فما دور اختلف عن زمان يعني. احنا المشاطل في المجموعات الأول اتلاك فيها مصرف فني مش على شوية. احنا اتصنفنا تصنيف كاما كابا؟ التصنيف التاني اه. هل هذا مستطيع اكتلا؟ ولا مش فرقة مش فرقة كتير دي انت برضو كمتبطوها في مصر وطب منك انت تكسب كل مرأة يعني في موجود الجمهور وموجود انت ملعبك وليسا بيتدرس موضوع الجمهور يعني في المؤتمر الصحفي بس لازم في جمهور دي لقطات من المؤتمر الصحفي يا كابتل اللي كان من يومين وكان موجود في أحد الفنادي وكان موجود وفان هم الليلوا عدد الحدود في القرعة قريبا 145 فرد القرعة ان شاء الله ما اتاملوا من سبت الصبح في الصفح الهرم سبع مساء سوري الاناسف ساعة مساء وكان العدد مفروض يجي اكتر من كده بس هم كانوا خمسمية خلينا نوضح الارقام كانوا خمسمية بقوا 145 بس ما عندهاش مشكلة المهم ان الازاء على العلم كله بالزبط ان الناس تشوف وان المكان الحدث الموجود انت عافل حدث اي حدث عالمي بمنوع على مصر العالم كله فده برضك حاجة نجاح تعافل اللي عجبني يا كابتن اللي عجبني ان الرياضيين مصر حاسين بقيمة الحدث مش بس الرياضيين مصر اللي يد لا طبعا لا يعني حاسين ان حدث زي ده مصر كلها مستنى معاكبت ان انت اي حدث عالمي بحكم انت سافرت بتغطية عالم كتير في لعبتك وانا والناس كلها فعرفي يعني ايه بطوة عالم تعمل في بلدك في يعني ايه التنظيم عمل ازاي تاني حاجة التنظيم بتاع مصر بأمانة مختلف عن دولة كلها انا بقيم فقط كده فرقت على التنظيم كاس عالم في مصر 99 بأمانة حاجة مبهرة دي كانت ستة 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 بالزبط عليك دور اه فتخالد بعد عشرين سنة فقوم بقى التكولوجيا دلوقتي والكاميرات والحاجات الكبيرة كلها بأمانة نعمة ازاي في تلاتة الحقيقة يعني بأمانة لهم دور كبير جدا مهندس حسن مصطفى او دكتور حسن مصطفى رئيس تحاد دولي اكيد طبعا الحقيقة الراجل اكبر دعا منكم اللعبة وبيضة كلها امانة يعني في شام نصر طبعا من انت في شام نصر فأيس الاتحاد الأربعة دول حقيقة طبعا كابتل لبيب حسن لبيب بتهيأ لي صح اللي هو مدير البطولة عددك زبط سيدة رئيسة نفسه مهتم صح سيدة رئيسة طبعا لأنا أسف الاتمام بيجي بيجي من فوق طبعا أنا أنا ماليسة الوزنة بيتم والوزنة بيتم مش مش هو لا قد سيقول لها عراسة سيدة رئيسة طبعا وحصل نوم التكريم على سيدة رئيس قال لهم اتحاد اليد بالاتحاد النجحة في مصر ده مش كده بس ده سيدة الرئيس بيدعم الرياضة بشكل عام بأمانة ومش بس الرياضة على مستوى البطولة كمان يا كابتل آسف بيدعم البطولة على شكل الممارسة كمان الرياضة على شكل الممارسة بالزبط يعني شوف الملعب يتفتح والأعجاب يتعامل والمارسون يتعامل الصبح ودرجات حي الأسمرات اللي هو يتعامل وتنوأنا فيه إخواتنا وطبعا وأهلينا أهم حاجة أكد عليها سيدة الرئيس ملعب يعني ملعب وتحفظوا على صيناتنا لا وبص عمودها إزاي كمان عمودها بشكل يعني انت حس انت في أحسن عندها في أوروبا باي خليك انت قرياضي عايز تعمل يا كبتلما تلاقي كده يعني السيدة الرئيس في الدولة لا بيحس انت الناس مهتمية بالبطولة والناس مشى في ظهرك وبتساعدك والناس بص عليك وبتساعدك ووقفوا في ظهرك ولا انت الموضوع موهم هلئ فانت كل ما بيحس فيه اتمام انت كلاهي بتبزل أقصى جهد عندك عشان تأخذ أحسن مركز أو تعمل أسعى على بلدك وفعن نفس الوقت لما بتلاقي ما فيش اهتمام ما فيش دعم محدش بيص عليك وطولة خلاص موضوع سيام مكسبة اخسارة خلاص فالاتيام بتاع سات الرئيس وإسهل الوزراء وسات الوزير والدولة والناس حتى في مصر الشعب في مصر حتى تعرف انت الناس في مصر ستلاف متطوع عتابت اندلت ده لسه بداية ستلاف متطوع يعني عاجة انت عبردك اللابة تكونوا تهدف مصر الناس بعددك بتحبها اول بتلاف الشعبية شئنا بتلاقي بالشعبات تانية يعني قلتوا مصدر السعادة لشعب مصر تبلي يا جماعة قلتوا عشان انجازاتكم وتلقكم ابطال عالم بترفع اسمه مصر في المحافة الدولية فهتلاقي الناس حب اللابة كمان طب كابتن انت لعبت في 99 كاس العالم هنا بسالة واحد ودلوقتي انت عايش اجواء كاس العالم القادم في مصر 21 سنة تفصل بين الحدثات شايف الاختلاف ايه هو بس بشي اختفى حاجة لا الاجواء انت حاشس الاجواء يعني دلوقتي الميديا بالزبط 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 زمان التغطية الاعلامية يعني انا اسم مقتصع على التلفزيون المصري وبعد الجرائض ومجلات وتحديث البسيطة نظر الميديا والاعلام مش عالم صاهم بس عالم صاهم كله فانت الحدث بيتنيل في ثواني للعالم كله فالايتمام كبير جدا يمير انا دح لك مساء صغير فضلك سوش الميديا بالليل لديتي اهتمام رهيب جدا لماطش نهائي الكاس بالقلو زماليك ويدا الفيال وردت مخبر حد يمنزلو اتابع دع فيه اهتمام وفي كل المواقع والناس بتامي جدا وناس بيكراك في تليفون وماطش وقت الساعة كام وفيه جمهور وفيه جمهور فيه لا تاضح نصورناها في الاحتفال بس يا ريتا جماعة جهوهنة هيجي بوهنة دي بتفضل لديتي الهتمام كبير جدا اهي دي الماطش ده بعد ما حصوله على الكاس واللعبين بيحتافلوا اهو لان الكلام ده كانش موجود زمان الكلام ده كانش موجود زمان خالص لاني تلاقي تمام كده بفرق الناشئين والشباب والمصابة الزاع والنظمة تبعها وطبع النتائج فلا فيه تحول كبير طبعا وبرضه هو تحول الاحسن ده بيبقى يبقى اللاعب ولا بيبقى دافع بص انت تريبك عامدك ده كبير مكتد الخراص يعني كان ده وكن معي صغير او لهاب ناشئ ممكن نعمل نوم الأواع الضغط عليه لكن ماليب كبير محترف نتقود يلعب هزين الأجواء سوفوا مصر ورا مصر ما نتقدش نوم الضغط طب كابتن قولي يعني شايف منتخب مصر قادر بيبسل أبوار النهائية بالمجموعة الموجودة بالكيادة الفنية الموجودة والله المنتخب مصر اخي بطوط عدم عمل مجدود كواس جدا وعمل نتاجة كواس جدا وعمل ده كواس جدا احنا اتمنى يعني يزيد شوية عن كده في وجود مدارب جديد كمان أزباني وراجب معطلم جدا ومدارب دي اسمع مصر العالم ومن أحسن مداربين في العالم احنا اخدنا تاما بالضبط فهل ممكن يعني نطمع نخش في الاب والله يعني كنانا طبعانين مع الجمهور والدنيا دي مكتب كنانا طبعانين ان احنا نعمل حاجة كويسة جدا جدا ونوصل أقصى طموع بس في ناس وقت مش هازين نعمل ضغط على ايه اه ان انا محبش مهم جدا مهم جدا ان انا حسيتها في تسعة وتسعين تسعين كنت الناس بتقابلك لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب عالم بس من الحب الناس لا انا بس ضغط عليك حتى ممكن في يوم يوم موفق عشان كده المدير الفني عمل ايه خلي الفرقة وراح لجرب ده بالضبط ويروح تاني ويروح تاني وعايز يبعد الناس خالص وحتى الدولي القديم مش عايز يكمله مش عايز يكمله عشان محسابش حسابي للعيم بالضبط قالوه فادقا ماتش قالوه فادقا ماتشين اهل وزمالك واهل وجيش يعني برضو يا كابتن حتى معلومة حداك قلتها كويسة يعني مدير فني رأيه انه الدولي القديم ما يكملش ده رأيه مدير فني بالضبط انه هو شايف انه مش عايز في الوقت ده منافسات ويحترم برضو ويحترم ده برضو خلاج بحافظه طبعا ويحترم ده بتو تعلم في مصر فلازم احنا نسمع كلامه صحيح انا اسف يعني لازم نسمع كلامه عشان بعد ان شاء الله ما حصلتش حاجة قولك انا قلت له اول انت قلت له ما بتوها ما تلاقيبش لان مصر هي الاهم والأرض بسبط لان احنا ما نسيبش حاجة كبيرة عشان حاجة صغيرة انا اسف يعني المحتمال الدهوري والكاس والاندية كلها مصر مصر في اي شيء اخو بطول الدهوري او الكاس احساب ممتخب مصر فاي حاجة عايز الممتخب معه كبيرة وقادمة كلنا لعيبة وبداربين واي حد حد زي ما قلت حتى متطوع حتى اي حاجة مصر عايزنا بجود معه صحيح وخلي بالك كابتن برضو احنا كابتن محمد يحنا معنا على التلفون قال كلمة حلوة قال احنا جاهزين ايا كان الحدث اللي جالينا ايه يعني جلنا تكملة الموسم احنا جاهزين بالزبط جلنا الدول الجديد احنا جاهزين بس هو الدول الجديدها بقى فيه ميزة انه مفيش ضغط عصبي انه بالزبط خفيفة شوية بترفع المصابية وهيجي بعد وقت معين نعمل السلوب تجمع مغلق للمتقم مصر والدول يكمل في شوات اتنية بس خلي بالك كابتن في حتة عايز سألك عليها بقى مهمة جدا انت الفريد دلوقتي بيتمرن هل معنى ان التمرين كافي ما احنا عايزين متشارت ودية تعملوا مواتشارت ودية ازاي في ظل حد من الحركة السفر والمنتخبات كتيرة متوقفة هتعمل ازاي مواتشارت زائر؟ هيه بقى تد علاقة اللي راحت لاتقابدنا دي العاقة بس مش احنا الوحدين باقي تدو بس انت بانتو كان ان الشغل في أوروبا مختلف شوية. ممكن الدول قريبا مبقى تلتق مع بعضي شوية. بالتوبيس اروح العمات شوية جاء. لكن انت كمان انت خلق مصر لازم بتتعب مصر الخليجي. لازم بتسافر طيارة وتسافر واقامة في فندق. فهدو مش كده. فاحنا معناش بدايل اللي احنا بقى نستنى فرق تيجينا في مصر استضافة. ما هو المهانت شام ناصر قال معنا في التقرير قال انه اتفقوا مع الارجنتين واتفقوا مع البحرين. انه هيعملوا متشاط ولسه جاري. انت كمان حدق كمان هتلاقي بعد الدول عازي تيجي تغسكة في مصر. عشان تعود على المناخ وتعود على الجو وتعود على الصلاة. فعايز يلعب متشاط هلعب مين. هلعب متخل مصر. صحيح. برضو قفلها كبيرة واسمها كبيرة. فهيلا يلعب. فبرضو كنت عندك برضو قفل المتشاط. بس انا بتكلم عن مصرات الاوروبا كان بتفيت. ان التوقع الاوروبا لعب مع منتخب اوروبا. ان الاوروبا كان بالنظام ايه بيجمع عبارة خمس جوان لحب. يلعبوا بطولة ودية. يهما تابعنا البطولات دي معنا. المانيا وفرنسا ونلعب بطولة ودية بخلص مصر. كنت استفقت. تطلع منها على اسبانيا. ده علمك هو ده اللي عمل منتخب مصر. اكيد طبع. اللي جرأ اللعيبة انت جرأت انت جي لك يا كابتن. تجرأ على المانيا والجرأ على 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 دانيمارك وروسيا وتشيك. تجرأتوا عليهم بالماتشاط الودية دي. بس اخبتنا يا سلام احنا الحاجز النفسي اتكسر. صحيح. انا مثلا ما لقى منتخب فرنسا في اسبوع واحد بتات مشاط ودي. حافظنا بعض وعرفنا بعض ومش في ضعبة والخوف. خلاص. فما جاء لها فطولة عالم. صحيح. موطنة دي انا عرفوا. حافظ زوايا وحافظ بيعدي ازاي وبيهاجم ازاي ودفع ازاي. مو فيش تخوف خلاص. صحيح. فده اللي كان كاسر لضعبة. طب الجيل اللي موجود دلوقتي اللي هي عب كاسر علم. عنده نفس يعني المنتاريتي دي هل هم الرهبة دي مكسورة ولا ماتشاطهم كتقل منكو. حتى اقل بسهم بقى عندهم الخبرة. دلوقتي فيه محترفين في اوروبا. دي الزمان. فيه ناس عندهم خبرة. لديه مستدول ديها كتير. فعنده مخزوم من خبرة. إيضا يطلعه في مستدول. هل احنا دلوقتي يمكن اكتر جيل فيه محترفين برا. بالضبط. عندنا علي زين برا. عندنا سند. عندنا سند. عندنا عدو حاشم. عندنا عدو حاشم. وده كريم كاتونجا موجود. كاتونجا. في حد مع سند في الفرق كمان. لدينا أحمد يشاء أحمد يسام دودو بصد إسا طالع ولا كواس جدا عندنا الخمسة وعندك يحيى خالد يحيى خالد موجود في المجر وعند الستة موجودين وعندك حتى الناس موجودة في مصر دولة كده يبقى برضو الكبار أحمد الأحمر يحيى الدرع يبريب المصري إسلام حسن يجي ندي أسماع ما تقلل شاب دعنا اللي بيحترف بره بأمانة ليه برضو كن هو بلعب في ألو زمانك بس هي اللي يبقى عندك ست لعبين في المحترفين بره دلوقتي كنت اليد الحقيقة الرقم ده ما سمعناهوش قبل كده بأمانة ما هو قلنا الدنيا بتتطور وزمان بيختلف خلاص لازم نفتح باب الاحتلاف وأنا حتى بقول وناشد اللي هي بظلطة في سنة ألفين تماما وصيين لازم اتطلع يطلع وصلنا في بعض الأندية مش هتتاجهم في حاجة يعني بعض الأندية ما عندهوش مكان لناشد لتطلع الأعمال تم طلعه بس احنا محتاجين برضو يعني وكلاء أعمال يعني معلش احنا محتاجين وكلاء أعمال يتحركوا في الاتجاه دايش فيه عندنا يسوقوا لعبتنا مراتا بزاولتو مشوية احنا الهندبول يعني بقت قدابة مكورة خلاص بس احنا مردوك لسه عشان ناخدين الاحتراف برضو متأخر شوية يعني الاحتراف في أوروبا من زمان موجود احنا في مصر الهندبول بالذات يعني متأخر شوية لسه فتأخرنا في قصة ان احنا ببقى فيه عقود وفيه احتراف بجد ووكيل أعمال وبدير أعمالي وتطلع أوروبا ويجيب لك عادة في أوروبا الكامل ده متأخر شوية لسه بس احنا خدنا خطو فعزيني كميلة بقى ان شاء الله طب كابتن قولي يعني الوقت بيعدي ولا انا مستمتع جدا معاك فجم كبير ومعاك في نفس الوقت مدير فني قدير زيك تبقى الامور الحقيقة جدا ممتعة انت تموحاتك ايه على المستقبل القريب والله انا 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 بحب انعب لان دولا وبحب اشتغل عنه وعاشق وعاشق لسهولتي وزي ما تقول بادوك انا لو مفيش تموح انت ما فيك ديت يعني انا تموح فيه من ايام اما موجود مثلا مضيف فني مثلا في النار الهدي ده تموح حقق مشروع او مضيف فني في منتقى مصر سواء منتقى مصر الاول او منتقى مصر للشباب وده تموح برضو في حقق مشروع وبشتغل عليها على فكرة يعني الحمد لله موكي يجود اخها شوية مميش مشاكة بس هيجي اليوم ويجي هيجي يوم وبشتغل على كده الحمد لله وراضي بانا بانجزه راضي بشتغلي وراضي بأداية الحمد لله عندي اه طيب اه قول لي يعني اه طيب احنا معانا طبعا الكابتن طاري محروس المجيل الفني الفريق الاول كابتن طاري اهلا بيك خير مزي حضرتك كرستان وانت طيب وحدك طيب يا كابتن وحشتنا يا كابتن ويعني وانت وحشنا بزيادة بصراحة كابتن احنا مستمين حضرتك هنا والله انت بس احنا سايبينك بس في القصة اللي انت فيها بس ان شاء الله اكيد لازم هتكون معانا كابتن بإذن الله بإذن الله ده شرف لي ان انا كن معاك طبعا يا كابتن طبعا وكنا مع بعض في اوقات كتير كابتن يمكن يعني يعني تفاومة عالمية جميلة بقنا خليك يا كابتن ده شرف كبير يعني لي وشرف ان انا كن مع حضرتك ده شرف لي انا والله يا رب كابتن طيب يعني طمنا على الفريق قولنا الدنيا فيها ايه وهل شايف كسر علام اللي جاي حداك كنت طبعا في حدث علامي قريب حداك شايف الدنيا ماشية ازاي هل اليد في مصر طالع ولا واقف مكانه بس لزمك بس دقا يعني نحتفل بحبيب الكابتن صبر اتفضل يا كابتن اتفضل 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 بقول انت فينا صبر مجاش تمين النهاردة ليه اجازها الكابتن بقى اجازها وينك كابتن مفعش يا كابتن معلش واخد ازني يوم يا كابتن معلش ايه ماشي انا امم مبروك يا كابتن صبر وانا يعني الحمد لله بحمد ربنا ان انا ربنا وفقني ان انا اخترت كابتن صبر وكابتن ميشو في الفرقة المرتوط او الابناء النادي والناس المخلصين جدا كابتن صبر عامل ساعة مرجيه عمل شغل كويس قوي ادى روح حلوة الفرقة اضاف بعض اللعيبة اللي ما كانوش باللعبه دي حاجة كويسة والحمد لله ربنا اكرمه بالفوز بالبطولة وبإذن الله منتظرين منه السنة الجاية بقى تبقى دور وكاس لانه المدربين المجتهدين جدا وحاجة كويسة طبر يرجع النادي الاهلي لان ده قاومة كبيرة وملعب دولي وحاجة اسم كبير طبعا كابتن طارق شكرا جزيلا على وجودك معنا ونتمنى حدا كل التوفيق والله سعيد جدا كابتن صار موجود معك والله بجد يعني اتمنى اكون دف خفيفة عن المشاهدين واتمنى اكون معاك الموسم الجاي ان شاء الله ويكون معي بدل الكاس معي اتنين ان شاء الله وعن بوعد جمهور الاهلي ان احنا نبذل اقصى جهد عندنا ان شاء الله عشان نصل على الدول والكاس الله ان شاء الله وحاجة مسدقين حضرتك ومنتظرين بإذن الله الموسم القادم ومنشك حدك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كابتن صار شكرا جزيلا كاس جديد وبطولة جديدة تدخل دولاب النادي الاهلي وهذا هو النادي الاهلي قصة جديدة وبطل وبطولة مش هنقول بقى بطل بطولة جديدة داخل النادي الاهلي عزيزي المشاهدين بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة انتظرونا يوم الاحد حلقة مهمة ان شاء الله هنعلق على احداث القرعة والفرق ومجموعة مصر انتظرو حلقة الاحد القادم شكرا جزيلا